أحوال التقص مع زميلتنا أمينة صحراوي تلتحق بي على المباشر من إسجوهات النهار أهلا بك أمينة أهلا بك ويسا مساوكي سعيد ومساو الخير أيضا لكل مشاهدين الكرام والجمعة طيبة شكرا لكي متشوقة ربما لمعرفة تفاصيل الوضعية الجوية خصوصا أنه ربما الأيام الفارطة عشنا جو صيفي بامتياز أمينة صحيح خاصة يوم أمس كنا شهدنا جواء حارة جدا على أغلب المدن الشمالية والجنوبية وانتعدات درجات الحرارة 32 درجة مئوية سواء على الشمال وحتى على المدن الجنوبية اليوم أيضا ويسا متقص حار على أغلب المدن الشمالية وكذلك الجنوبية إذن مشاهدين احتبدأت تغييم لجواء تدريجيا خلال نهار اليوم على أغلب المدن الشمالية والجنوبية بخصوص مشاهدين خريطة توزيع الكتل على الولايات الشمالية والجنوبية كما هو متوقع مشاهدين في هذه الخريطة التي توضح لنا خريطة توزيع الكتل اللون البرتقالي يرمز إلى الأجواء الحرة السائدة على الولايات الشمالية وكذلك الجنوبية أما اللون الأخضر مشاهدين يرمز إلى الأجواء الباردة نسبيا أو المائلة للبرودة خلال ساعات الصباحة والليل لكن الجوء البارد رح تميز المدن الشمالية خاصة على مرتفعات الصيف وبتنة وكذلك على مرتفعات الجلفة والمدية أما خلال ساعة الظاهرة والعصر تعود ترتفع درجات الحرارة على أغلب المدن الشمالية وكذلك على المدن الجنوبية إذن مشاهدين بخصوص الوضعية الجوية المتوقعة خلال ظهيرة اليوم ظهيرة اليوم مشاهدين قبل هذا ما عليش نشوفوا الوضعية الجوية المتوقعة خلال الظاهرة سيكون فيها على العموم تقس مستقر ومشمس بسثناء تشكل بعض السحب الكتيفة على أغلب المدن الشمالية لكن مشاهدين خلال ساعات الظاهرة تبدأ تشكل سحب كتيفة وساعات المساء خاصة تشكل سحب كتيفة على جول المدن الشمالية خاصة الغربية وكذلك الوسطى في بعض الأمطار الخفيفة جدا متوقعة خلال نهار اليوم خاصة خلال ساعات المساء جوية العشرة تشكل سحب كتيفة نشوفوا مع بعض في خريطة توزيع الأمطار هذه الخريطة التي توضح لنا توزيع الأمطار من مساء الجمعة إلى غاية يوم الأحد اللون الأزرق يرمز إلى تساقط الأمطار كما هو موضح في هذه الخريطة مشاهدين إذن هذه الأمطار مشاهدين مرتقبة بداية من مساء اليوم على الولايات الداخلية الغربية ثم تلتحق إلى الولايات الوسطى مثلا على سبيل المثال عدنا ولاية لمسان معسكر وكذلك تيارت ثم تلتحق خلال مساء يوم غد إلى الولايات الوسطى بما في ذلك الجزائر العاصمة وبعدها تلتحق خلال ساعات مساء يوم غد إلى الولايات الداخلية الوسطى والشرطية وحتى الغربية منها لكن ستكون أمطار جد خفيفة ليعود التحسن يوم الأحد بإذن الله إذن هذا فيما يخص مشاهدينا الوضعية الجوية المتوقعة خلال نهار اليوم وكذلك خلال الساعات المقبلة قبل الخيطة مشاهدينا غير معنيين على الجزائر ككل وعلى المغرب العربي ككل غير معنيين بهذا المنخفض الجوي نحن نعيش سيطرة للمرتفع الجوي الأزوري على مناطقنا شماليا والدليل أن الأجواء حرة ومستقرة إذا كان أمكان فقط نربط الاتصال مع المتنبئ الجوي مجددا إذا كان أمكان نعم ما سأوك ساعد سيد عمر سيد عمر معنا مباشرة من تقص العرب من الأردن يبدو أنه مازال فيه خلال في الاتصال نعم إذن ما عليش مشاهدينا في انتظار معاودة الاتصال بالسيد عمر ليوافينا بأكتر تفاصيل عن هذا المنخفض الخوطنا السيدين للبحارة اللي حابيني توجو إلى السواحل الوطنية البحر على العموم رح يكون من هدئ إلى قليل الاتراب على السواحل الغربية والوسطى وهدئ على السواحل الشرقية مع هبوب رياح تصل إلى حوالي 30 كم في الساعة بالنسبة للرؤية تكون متوسطة على أغلب السواحل الوطنية واتجاه الموجة رح يكون شمالي شرقي على أغلب السواحل الوطنية بخصوص علوة الأمواج لا يتعدى المتر واحد على كامل الشريط الساحلي إذن مشاهدينا نظن أنه فرصة للإستمتاع بزرقة البحر لكن لا أنصحكم بالسباحة ما زالنا في فصل الربيع في فصل الشتاء يعني فيها جواء متدبديبة فيه ربما أيضا اترابات جوية أيضا متوقعة بإذن الله خلال هذا الشهر إذن دائما ننصحكم بأخذ الحيطة والحذرة تحفظوا على صحتكم أيضا بهذا مشاهدينا نلحقت معكم إلى ختام الورقة الجوية خليكم مع وسام عودة لك وسام شكرا لك زمنة أمينة سحراوي على كل هذه التفاصيل فيما يخص الورقة الجوية والوضعية الجوية المرتقبة خلال اليوم والأيام القليلة القادمة شكرا لك أمينة